قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقة سيبي ليفني أن نوايا إسرائيل بضم أراضي فلسطينية خطأ تاريخي معكدة على أهمية حل دولتين وشارت ليفني خلال مقابلة مع قناة CNN الإخبارية إلى أنها تعتقد أن ضم حوالي 30% من الأراضي الفلسطينية يجر المنطقة إلى انعدام السلام المأمول في المستقبل وأكدت على أن المخطط يؤثر سلبا على المصالح الإسرائيلية وشددت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة على أنها تؤمن بحل الدولتين والتعايش بسلام وأمن قائلة إن الخطوات حدية الجانب تعني أن إسرائيل ستتجاوز نقطة لعودة الأمر الذي ستؤثر تداعياته بشكل خطير على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني